لو قال لك قائل كيف أكون مؤمن بالله تقول تؤمن بالله تؤمن بتوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات وتؤمن بوجود الله تؤمن بتوحيد الربوبية أن الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بالخلق والرزق والتدبير إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله توحيد الألوهية إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة بأفعال العباد توحيد الأسماء والصفات إفراد الله سبحانه وتعالى بما سمَّى ووصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وذلك بإثبات ما أثبت لنفسه ونفي ما نفع عن نفسه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكيف ولا تمثيل توحيد إخواننا ما يمكن أننا ندعي أننا على التوحيد ونحن لا نعرف التوحيد وإلا كان أبو جهل أعلم منا بأصل الإسلام توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات وإثبات وجود الله سبحانه وتعالى أن هناك من ينكر وجود الله أصلا ما الأدلة على وجود الله الأدلة على وجود الله إجمالا أربعة أدلة إجمالية أربعة العقل والحس والفطرة والشرع العقل يستحيل أن يأتي عاقل على وجه الأرض ينظر هذا الانتظام البديع في الكون المجرات والبحار والأنهار والأشجار وتعاقب الليل والنار إلا ولا بد أن يثبت أن لهذا الكون خالق واحد مدبر سبحانه وتعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون الثاني الحس تكون في كرب شدة ترفع عندك للسماء تقول يا رب يا رب يا رب فرجها تجدها تنفرج قام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ما في السماء من سحابه لم ينزل عليه الصلاة والسلام إلا لحية النبي صلى الله عليه وسلم تقطر معاً دليل حسي محسوس الثلاثة الذين أطبق عليهم الغار أخذوا يدعونه إذا بالصخرة تنفرج أمامهم دليل محسوس ملموس الفطرة كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودان أو ينصران أو مجسان وهذا الإشكال عندنا في هذه الأيام أفلام كرتون يعلم الأولاد السحر وأصبح السحر في أفلام كرتون شيء متفق عليه ومن المسلمات والأولاد الصغار في الغالب إذا سقط منه سن استقبل ماذا؟ الشمس وقال يا شمس يا شموسة خذي سني صحيح؟ الشمس تعطيك سن العروس أو سن العجوزة أو كذا هذا الشرك أكبر وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه الرابع الشرع وهو كثير بل لا يوجد آية في كتاب الله إلا وتدل على التوحيد